موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم جديد في قناة شفلي لغاسترونومي كنت من ايار بتكونوا بخير والاخير اليوم نحضر مع بعضنا واحد لسوب لغا جيرا اعاقوها الى في المضاق وكذلك سريعة التحذير وسحية في نفس الوقت كنت من الى كنت اول مرة تظهروا القناة سنقول لكم مرحبا بكم ضغطوا على زر الاشتراك ابني او سبسكرايب وكذلك فعلوا الجهاز باش يصلكم كل جديد فنبدأوا على بركة الله بطريقة التحذير والمقادير مع بعض هاد الشربة غادي نحتاجه على بركة الله عندي هنا يربصلة كبيرة مقطعه اطراف كبيرة يعني اطراف عشوائية مش مشكل عندي نس كيلو دي القرعة الخضرة عندي جزرة واحدة شوية دي المكور او الكرم عندي زيت زيتون عندي الملحة صدوق شوية دي العطرية دي الججج شوية دي البصل مجفف وقليل من سكنجبير او الزنجبير وكذلك عندي اللي بزار او الفلفل الاسود وداما دي البناء دي الججج ممكن استعملوا سواد ججج او ممكن استعملوا الحم اللي حبينا او ممكن استغنوا علاجها بمرة من نديرو هاش ممكن إلا كان هادنا هكذا عدومة دي الحم فنسلقوهم مع شوية دي البزارة وشوية دي الورقة سيدنا موسى وقليل من الاعشاب حتى كيتسلقوهم زيان وكيتلق هذه البناء دي العدومة كيتلقوه في الماء ونصفيوها ونستعملوها كمارق وكذلك نديرو واحدة الدجاج اللي عندنا هكذا جناح دي الججج العناق لانشي حاجة اللي مكن استعملوها فنممكن نديرو نفس القدية او نفس الوصفة دي العدومة دي الحم ديروها للدجاج وحتى كناحصلوا واحد المراق دي للدجاج ممكن نستعملو هكذا الشربات اذا هذان المكونات نديرو طريقة التحضير اذا في تنجرة الدرطة نوضع هذه الخضر كاملة كيف مقدتكم قطاع كبيرة عشوائية هذا الشكل وهذا الشربة يعني نقدر نديروها هكذا في الفطور للرمضان او للايام العادية فممكن كتغيير يعني ماشي ولا بدها اننا كل نهار بسنا نصيبو الحريرة والحريرة كيف كتعافوفها يعني فيها ملكونات كثيرة بحر الحموس العدس المطيشة بزاف وكذلك حتى كندوروها بالطحين فكتكون شوية تقيلة فنحاولو اننا نغيرو ونديرو مره مره شربة الخضر منها كتغيرو منها كذلك حاجة اللي هي كتبقى صحية وننكورو ولا بدأنا ننحلوه من هنا لانه نطبع حال من الداخل كيكون في واحد زريدات صغار ممكن ما نشوفوهمش فنحلو الوريقات وننضفوهم جيدا حتى من الأطريبة في كل من الداخل فنحلوهم ونغسلوهم ورقة ورقة سوف ندير هذه المكونات تحرق مع هذا الزيت ثم من بعد ما تقللنا الخضر شوية نضيف لها بطرية والملحم طبيعية حال والملحم طبيعية حالة ونقللهم كذلك يتقللهم مرة أخرى مع هذه العطرية فمن بعد ما تقلل الخضر مع هذه العطرية سوف ندفع ماء مغلي فقط تغطى لنا هذا الخضر يعني الماء الكافي لنقدرون نطيبه به هذا السوق تقريباً سوف ندفع سوف ندفع سوف ندفع سوف ندفع وندفع ونعود ندفع بعد ما تقللنا هذه الشربة سوف ندفع نصف علبة القشدة طرية ونتحنها حتى نسجم القشدة طرية مع الخضر سوف ندفع سوف ندفع العطرية سوف ندفع فقط سوف ندفع مع الخضر ونعود ندفع سوف ندفع كنتمنا ان شاء الله تكون للاستحسان وكنتمنى انكم تجربوا لانه فعلاً تستحق التجربة لانه صحية وسريعة التحضير فكنتمنى لعجبكم الفيديو ضغطوا اللايك وكذلك تبقى احباب والاصدقاء اشتراك 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 وكذلك خليت لكم راحة الى فيديو القادم ووصفة قادمة باذن الله